بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب القام الحجر لمن زكى ساد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بالإنهام الحافظ دلال الدين السيوطي تحقيق وتعليق مصطفى عاشور الناشر مكتبة الساعي بالرياض يقرأه عليكم محمد السبيحين بسم الله الرحمن الرحيم اهداء الى الذين وقفوا من سلمان رشدي نوقف المدافع عن شيطانياته وراحوا لكم كتاباته اليهم اهدي هذه الرسالة وهي للإمام دلال الدين السيوطي ففيها ارقام الحجر لكل من زكى ساد بألي بكر وعمر وإلى كل مسلم يغار على حرومات دينه ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار اليهم اهدي هذه الرسالة ففيها ارشاد للمسلمين ونصيحة للدين وتكريم لصحابة رسول رب العالمين تقديم ما اشبه الليلة بالبارحة ولكن الحقيقة التي لا يتناقح فيها عن زان ولا يختلف عليها اثنان اما القافلة ما زالت تسير وان على نباح الكباب المواجه الاسلام في كل عصر تحديات سافرة وتيارات فكرية ملحدة وحملات هدامة واتهامات باطلة وحروبا شرسة ضارية حدثه الميل منه وبث البلبلة في نفوس وتنقيه وبخاصة الشباب وهذا الغزو الثقافي الذي مواجهه كان ولا يزال احد الوسائر الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها بعد التشكيك في معتقداتها وابراز منهم في موضع القدوة منها وقد احاطت بهم سحب الشك وغيوم الريبة ولكن اطمئنك الى ان دونا يغل خمسة عشر قرنا حدثا لتلك الحملات ثم يخرج منها كالذهب الابريز لامعا براقا متجددا لهو اندر بالاتناق واحق بالبقاء وما مثل اعدائه معه الا كما قال شاعرنا كناطح صخرة اليوم ليوهمها فلم يدرها واوها قرنه الوعد وعلى مر العصور يهد للدفاع عن الدين وحامل رايته علماء وابرار وكتاب اطهار فهي ذي رسالة انالفها الامام السيوطي ليلقم بها من زكى ساد ابي بكر وعمر حجرا وفيها ارشاد للمسلمين ونصيحة للدين وكأنما اراد الله ان يقع الاختيار على استار هذه الرسالة في ايامنا هذه التي رج فيها عالمنا الاسلامي بمفتريات سلمان رشدي على النبي المصطفى وآل بيته الاطهار وصحابته الابرار واعتقد انه اختيار صادف قبولا حيث ظهر في وقت نحن في انس الحادث اليه ليرد على الباطل بسلاح العصر وما اشد حادث المكتبات الاسلامية الى هذا اللون من الوان الدفاع الشرعي عن الاسلام بالحجة والمنطق واسأل الله ان يجعله جليلا نفع عظيم الفائدة خالصا لوجهه الكريم وما توفيقي الا بالله عليه توكلته واليه اميب مصطفى عاشور دراسة التحقيق المؤلف والكتاب اولا المؤلف العالم الموسوعة مولده ونشأته ووفاته حياته العلمية ومؤلفاته السيوطي وعصره ثانيا الكتاب نسبة الكتاب الى السيوطي سبب تأليفه وصف المخطوطة مضمون هذه الرسالة منهج التحقيق اولا المؤلف ورحلة حياته العالم الموسوعة يقف العلماء والباحثون امام هذا العالم الموسوعي وقد تملكته والدهشة وسيطر عليهم الاعجاب فعبد الرحمين ابن ابي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي ردهم كثير التصانيف متنوع الموضوعات كاد ان يؤلم في كل علم كتابه وان يخرج في كل فن تصنيفه فقد كتب في التفسير وجمع في الحديث ودون التواريخ وصممت اللغة والنفو والصرف والمعاني وألف في العقائد والأسول ثم شرح الأممات والبطون وعدل بدلوه في الأدب فنوم ديوانا وانشأ مقامات وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت ينون مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي مولده ونشأته ووفاته جاء السيوته إلى الدنيا عام ثمانمائة وتسعة وأربعين للهجرة وعيد المغرب من ليلة الأحد في مستهل رجب وكان مسقط رأسه ببلبة السيوت مسكن أجداده ومأوى أسلافه وتوفي رضي الله عنه في سحل ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الأولى سنة أحدى عشرة وتسعمائة حياته علمية ومؤلفاته يحدثها السيوت عن شرفه بالعلم وولائه بالبحث والاطلاع في رسالة أسمائها بتعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المئة فيقول وبعد فإني رجل حبب إلي العلم والنمر فيه دقيقه وجليله والغوص عرض قائطه والتقلع إلى إدراك حقائقه والفحص عن أصوله وجبنت على ذلك فليس فيه ممة شعره إلا وهي منحونة بذلك وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أي تتلمج على أساتذية كبار جنه كان رأسا في علمه وقمة في فنه وقد أطي همة عظيمة وجلدا ومثابرة على العلم والتحصيل حتى كان يحضر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإنلا يحكي لنا تلميذه الداودي بعدما رأاه منه في ذلك فيقول عاونت الشيخة وقد كتم في اليوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحذيرا وكان مع ذلك ينبي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة ولقد أرهله ذلك أن يكون طالبا محصدا فعالا محيرا ثم مؤلفا موسوعيا ليس له نظور في التأليف كثرة وتنوعا شيوخه تتلمذ السيوتي على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده حيث كان فيه المفسرون كبار ومحدثون حفاظ وفقهاء فحول وعلماء عربية الحذاق منهم نحي الدين الكافيجي وشمس الدين المرزباني وتقي الدين الشبلين الحنفي وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي ولم يزل السيوتي البار يذكر مشايخه بالتعبين والتوطير ويثني عليهم الخير كله بل بلغ تقديره لهم أن أمل فيهم معجمه الكبير حاطب ليل وجارف سيل حيث دون أخبارهم ونوه بمؤلفاتهم وذكر ما تفردوا فيه من العلوم ومع هذا فقد أخذ السيوتي العلم من الكتب أكثر مما أخذه عن الأشياخ والسقامي الدفاتر فوق ما سمعه من أفواه الرجال تلاميذه وقد أدى تنحره في العلم ورغبته في نشره وإذاعته وحرصه على إفايته مع ورائه وبصيرته في الدين إلى التفاذ كثير من التلامذة والمريدين حوله ليأخذوا من هدوه ويقتبسوا من علومه ومن هؤلاء ترميله ومروده الشيخ محمد المعلي الداودي المالكي نازغ كتبه ومترجم حياته والشيخ زين الدين الشماع الفقير محدث حلب ومنهم محمد بن إياس مؤلف التاريخ المسنى بدائع الظهور في وقائع الظهور وبالرغم أن السيوتي خرج من تحت يديه تلاميذ كثير فيهم محدثون وفقهاء وعلماء عربية إلا أن جلال الدين السيوتي علم بالتأليف أكثر مما خرج التلاميذ بالإطراء والتدريس مؤلفاته نسب إليه حاج خليف في كشف الظهور زهار الستمائة مؤلف وأحصى له جميل بك العظم في عقود الجوهر قريبا مما نسب إليه صاحب كشف الظهور وقاربهما في المقدار إسماعيل البغداد في الهدية العارفين ومنما يكون شيء فإن من بين مؤلفات السيوتي كتب حافلة إن من بين مؤلفات السيوتي كتب حافلة ومؤلفات جامعة ومسنفات مبسوطة منها ما يتألف من مجلدات كدار وأسفار بخام أمثار ترجمان القرآن في التفسير المسند وجمع الجوامع في الحديث والتذكرة في العربية ذات الخمسين مجلدة وفيه الكتب الوسيطة كالإتقان واللآل المصنوعة والأشباه والنبائر في الفروع ومنها دون ذلك مما يتألف من الكراستين والكراسة والمتأمل في حياته يبدو أنه لا يغلب على القول في أي موضوع يتناوله وكان معاصره من العلماء يسألونه في المسائل ويستفتونه في المشاكل ويبثرون عليه في ذلك ويلحفون فيه مستفيدون متعلمين أو متعنتين معاجزين وكان هو لا يكاد يسكت عن سائل أو عن مستفت حتى قال فيه معاصر السخاوي لو جئ إليه الفتية وبو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها فكثرت لذلك أجوبته وفتاويه كثرة ظاهرة وكان قد أجيز في أن يفتي واستمر يفتي حتى آخر عمره إلى أن تزهد وانقطع عن الناس في مسكنه بالروضة ومما يحلد له غيرته الدينية فنراه يتصدى للرد على كل من شأنه أي يسيها إلى الإسلام أو ينال ممن حمل النور إلينا وكان حماة الدعوة في مهدها فلا يكاد يسمع من بعض المتبئين أن ساب الشيخين تقبل شهادته حتى ينهيه عن ذلك ليكف ويرتدع ولما لم يجد معه النسح راح يضع هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين ترى لو عاش إمامنا السيوطي ليسمع مقالة سلمان رشدي الشيطانية في من فتح أعيننا وآران النور فماذا كان يفعل يا ترى لقد قرر أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السبف والخلف فنبالنا لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه في زوجاته أممات المؤمنين الطاهرات لقد قرر السيوطي أن لأصحابه وجهين في من سب الشيخين فمنهم يكفعه ومنهم يفسقه فالله ألهم عبادك الصواب ونجيهم شر مآب السيوطي وعصره عاش السيوطي في مصر في عصر دولة الممالوك الجراكسة وقد عاصر السيوطي منهم 13 سلطانا حيث كانت مصر تعيش فترة من الرخاء والساعة منه هي أفروفا طيبة ومناخا مناسبا للثقافة حيث كثرة المدارس في عصر الممالوك يبنيه الأمراء والتجار وحتى نساء وقد كان احتكار ممالوك للسياسة سيئا في جعل الأولماء يتفرغون للعلم بحيث نبغ منهم عاد كبير فكان السيوطي واحدا منهم وقد ازدهر في ذلك الوقت علم التاريخ ثانيا الكتاب نسبة الكتاب إلى الإيمان السيوطي جاء في سجل مكتبة الجلال السيوطي مطبوعات دار المغرب ما يأتي نسبه السيوطي لنفسه في حصن المحاضرة وعزاه إليه حادي خليفة في كشف الدنيا قائلا رسالة لجلال الدين السيوطي أولد أما بعد حمد الله تعالى إلى آخره ساد تأليفه ذكر فيه أنه سمع من أحد المبتدئون أن ساد الشيخين تقبل شهادته فنهب عن ذلك فما أفاد فكتب نصحا بالمسلمين وصف المخطوطة منه مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة وأخرى بأوقاف بغداد ضمن مجموعة أيضا نضمن هذه الرسالة تتألف من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة أما المقدمة فعلى الرغم من إيجازها فإنها تناولت السواب الذي من أجله ألف هذه الرسالة ألا وهو أنه سنع بعض المبتدئين أن ساد الشيخين تقبل شهادته ومعنى هذا أنه في رأي ذلك المبتدئ ما يزال يتمتع بالعبادة ويقصف بها على الرغم من مرتكبة ولقد قال الأمم السيوت بنصحه ونهيه عن ذلك بلا جدواء فلم يكن ضد من وضع هذه الرسالة وكما تناولت المقدمة السبب في وضعها تناولت الهدف من وضع الرسالة حيث يقول فيضعت هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين ثم يحدثنا عن خطته في البحث فيقول نقلتنا لأعمتنا في ذلك من مقال وتركت ما ألهم خلافه ورطبتها على ثلاثة فصول وفي الفصل الأول يقدم الإمام السيوتين الأدلة المطلية على فضلهما فيذكر لنا آتين كلمتين ويلخص آراء مفصلين فيهما ثم يقدم من السنة النبوية الشريفة الصحيحة الدلولة والدلول على فضلهما حتى يحصي خمسة وخمسين حديثا وقبل أن ينتهي من الفصل الأول نراه المفهد للفصل الثاني بقوله روى الترميل عن محمد بن سيرون قال ما أظن رجلا ينتقس على بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم وحين ينتقل إلى الفصل الثاني نكون على علم بأن نسبهما كبورة بلا خلاف بين السلف والخلف وعند ذلك نرى الإمام السيوطي يقول إن نقل الأقوال في هذا تطوير بما هو مشهور فلا عجب أن نراه يكتفي بلتر تسعة أحاديث تؤيد ذلك بما لا يدع مجالا لخلافه ثم يختم الحصل ببيان أن حد الكبير ينطلق على من سبهما مثل من بناء نقل عن المتقدمين من أنثال الرافعين والمجرير والليهقين والمصحان المتأخرونة السبكي وغيره ويدلي بعد ذلك برأيه الحاسم في أن نسبهما جريمة مؤذنة بالجرأة على الله وعلى رسوله وقلة اكتراف فاعله الناد الدين واعب بأنه سيزيد الأمر وقد وعد بأنه سيزيد الأمر وضوح في الفصل الثالث ويأتي الفصل الثالث في ختام هذه الرسالة النبيلة الدالة على أطيب المشاعر الإيمانية تجاه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرة الإيمان السيوطي على الدين ورجاله فبين أن ساب الشيخين فيه قولان يترددان بين الكفر والفسق ثم انتقل إلى بياننا في القول بتعميم قبول مبتدعة من إشكال مبين منهم أولئك المبتدعة الذين قل فيهم بالقبول وتحدث عن ثلاث طوائف وتصدى بالرد على هذا الإشكال وبينا وجه الصواب في ذلك أما الخاتمة فقد وقن فيها مع فائدة نفيسة حول الحديث النبوي لا تسب أصحابي إلى آخره كل ذلك في بيان عجب وأسلوب يسود بالمنطق والاتزان وما خرج من القلب فهو إلى القلب منهج التحقيق رجعت إلى المصادر التي استند إليه السيوطي في تأليف رسالته خرجت الآيات القرآنية وأشرت إلى رقمها وسورتها خرجت الأحاديثة بينت درجتها ورقمتها في تسلسل يساعد على البحث والدراسة ترجمت من ورد ذكرهم في الرسالة من الأعلان علقت على ما يغتب التعليق قدمت بالرسالة وألقيت الضوء عليها وضعت بين يده القارئ مختصرا لما تدمنته العقوة الواسطية في هذا المجال لكي لا يتشاعب البحث بالقارئ وضعت عنوين لفصول الرسالة ولبعض جوانب البحث فيها الحملاف الدعائية الشرسة والرب الأنسل عليها يقول مستاذ العقاد في كتابه ما يقال عن الإسلام تحت عنوان أقوال وأقاوين لعالم نشر في البلاد الأوروبية عادات متفق عليها تتكرر في كل فترة من فترات الثقافة العامة على نمط يناسبها وإحدى هذه العادات التي لاحظناها غير مرة في هذا الباب أن مواسماً مطباعية لا تمر في سنة من السنين دون أن تنهر في الموسم بعد الموسم كتاباً عن الإسلام والبلاد الإسلامية وقد ترجق بهذه العادة عادة أخرى تلاحظ في الكتاب الكتب التي لم يخصصها المؤلفون بالموضوعات الإسلامية ولم يقصرها عليها فقد يصدر الكتاب عن موضوع من موضوعات التوايخ والرحلات أو موضوع شائع يتعلق بالحياة البشرية في أدوارها المختلفة فلا ينسى مؤلفه أن يتناول شيئاً من الدراسات الإسلامية من جانبه الفكري أو جانبه التاريخي أو جانبه السياسي أو جوانب الأخلاق والمصارح الاجتماعية فلا ينفصل موضوع الإسلام عن موضوع التاريخ الإنساني ولسياً التاريخ المتصل بتطور العقائد والنظم الاجتماعية والنتيجة التي نستخرج منها ميزان لما ينشره الغربيون عن الإسلام والمسلمين في عصرنا هي تمنوذ المخلصين وغير المخلصين وحصف البواعث التي تدفع غير المخلصين إلى الجهل بالحقيقة وإخفائها إذا عرفوها ويعوذنا نحو الشرقيين المفترى عليهم أن نرسم الوزن بهذا الميزان لنفهم ما يقال كما ينبغي أن يفهم ولكنها نتيجة سلبية قساراها أن ننفي ما يقال فألزم لنا من هذه النتيجة السلبية أن نقول نحن ما يثبت وما يدفع ما يقال وإليك ما يثبت وما يدفع ما يقال لطرقنا الحجر من زكى ساب أبي بكر وعمر بين يدي الكتاب الأسئلة العشرة حول طريقة أهل السنة والجماعة فيما ورد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبهم وموقفهم من الرافلة والخوارج ملخصة من العقية الواسطية وقفة مع العقية الواسطية فيما يتعلق بالواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل السنة والجماعة حالما ورد من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال من الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواب من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحقب والبنض والاحتقار والعداوة وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم ولا يقولون إلا من حكام الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية العاشرة من سورة الحشر وطاعة النمي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنتق من لأخذ ذهبا ما بلغ من بأحدهم ولا نصيفة طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة سؤال ما طريقة أهل السنة والجمارة حول ما ورد في فضائل الصحابة جواب هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والأجمع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو السنح الحديدية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدم المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى لا يستيمنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بيئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الآية العاشرة من سورة الحديد سؤال لما كان المهاجرون أفضل من الأنصار جواب لأنهم جمعوا بين الهدرة والنصرة وقد جاء تقديمهم في القرآن قال تعالى لنفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم سورة الحشر الآية الثانية وقال والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار التوبة الآية المئة وكل العشرة وكل العشرة المشهود لهم بالجنة وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين سؤال ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث المتقدم ومن الساب والمسبوب المناسبة هو ما ورد عن أبي سعيد من خدري قال كان بين خالد بن ولود وعبد الرحمن بن عوث شيء فسده خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي سؤال لمنه النبي صلى الله عليه وسلم خالدا عن سد أصحابه وخالد أيدا من أصحابه وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أخذ ذهبا ما دل ومد أحدهم ولا نصيفة جواب أولا لأن عبد الرحمن بن عوث ومضراءه من السادقون الأولين الذين سحبوه في وقت كان خالد وأنسالب يعادونه ثانيا أنفقوا أموالهم قبل فتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ومضراءه من من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح حديدية وقاتل فنهى أن يسب أولئك الذين سحبوه قبلهم ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من سحده كنسبة خالد إلى السادقين وأبعد وهو خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته سؤال من أحق الصحابة بالخلافة ومن النبي لأحق جواب أبي بكر لفضله وسادقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجمار الصحابة على ذلك ثم من بعده عمر لفضله وعذب أبي بكر إليه ثم عثمان لفضله ولتقديم أهل الشورى له ثم علي بفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأيمة المهديون وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي فنجهب أهل السنة أن ترتيب الخلفاء في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة ومن اعتقد أن خلافة عثمان غير صحيحة فهو أضاي سؤال ما طريقة الروافض والنواصب ومنوقف أهل السنة من طريقتهما جواب أن الروافض فطريقتهم أنهم يضغبون السحابة ويسبونهم إلا علي غلوا فيه وأن النواصب فهم الذين نصدوا العداوة لآل البيت وتبرأوا منهم وكفروهم وفسقوهم وأما أن السنة فيتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب ويتولون جميع المؤمنين ويعرفون قدر الصحابة وفد لهم ويرعون حقوق آل البيت ولا يردون بما فعله المختار وغيره من الكذابين ولا ما فعله الحجاج وغيره من الظالمين سؤال من هو العاصي وهل يخرج من الإيمان بمعصيته ونسمنه عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتذلة وما حكمه في الآخرة كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى عاصي وفسقا وهو كسائر المؤمنين لا يخرج من الإيمان بمعصيته بحكمه في الدنيا أنه لا يسرب عنه الإيمان بالكلية بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو يقال مؤمن عاصم ونحو ذلك وليس بكافر خلافا للخوارج ولا في منزلة بين منزلتين خلافا للمعتذلة وحكمه في الآخرة تحت نشيئة الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنة وعند الخوارج من أتى كبيرة ومات من غير توبة في النار وكذلك عند المعتذلة إذا مات من دونه توبة تعريف الكبيرة سؤال ما هي الكبيرة جواب كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو وضب أو نفي إيمان قال الناظم هنا فيه حد في الدنيا أو تواعد بأخرى فسن كبرى على نص أحمدي وزاد حفيظ المهدي أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعده سؤال كيف كان أهل السنة وسطا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافدة والخوارج جواب الرافدة غلوا في أهل المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت ونصدوا العداوة لجمهور السحابة كالثلاثة وكفروهم ونوى لهم وقالوا لا ولاء إلا لبراءة أي لا يتولى أحد علي حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر وكفرو من قاتل علي وقالوا إن علي إمام معصوم وسيب تسمية الشيعة بالرافدة أنهم رفضوا زين العابدين علي بن حسين أو ارفضوا عنه حينما قالوا له تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال معاذ الله وزير جدي فتركوه ورفضوه فسن الرافدة انتهى الوجه الأول وأن الزيدية فقالوا نتولى هما ونبرأ من تبرأ منهما فخرجوا مع زيد فسموا بالزيدية وأن الخواج فهم الذين خرجوا على أني المؤمنين وفارقوه بسيب التحكيم وكانوا اثنى عشر ألفا فأرسل إبيهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون وقال الطائفة ما يصدر من علي من أنب التحكيم فإن أنسذه قلنا على المخالفة له ثم إنهم أعلموا فرقة وأخذوا في نهد من لم يرى رأيهم والخوارج ضدهم كفروا علي وعثمان ونوالاهما وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غروب الرافدة وجفاء الخوارج وتقصيرهم فهدوا لموالات الجميع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه وفضله وأنهم أكبروا الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وحكمة وأنزلوهم منازلهم وبهذا يظهر توسطهم مقدمة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب القام الحجر لمن زكى ساد أبي بكر وعمر بالجلال السيوطي رحمه الله تعالى آمين لقم الطريق وغيره لقما أي سد فمه وألقمه الطعام جعله يلقمه ويقال ألقمته أذني فصد فيها كلاما وألقمه الحجر أسكته عند مخاصنة ويقال استبوا سب بعضهم بعضا وتسابوا وتشاتموا وتقاطعوا والسبوا الكثير السباب مقدمة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه فقد سمعت من بعض الممتدئين أن ساب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تقبل شهادته فها لم ذلك جدا ونهلته عن ذلك فما أفاد ولا أجدا فوضعت هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين ونقلتنا لأمتنا في ذلك من مقال وتركتنا أوهم خلافه على أحسن الأحوال ورتدتها على فصول ثلاثة الفصل الأول فيما ورد في فضلهما الفصل الثاني في بيان أن نسبهما كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف الفصل الثالث في بيان أن نسب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا فهم بين مكفره أو مفسقه الفصل الأول فيما ورد في فضلهما أولا الأدلة من القرآن الكريم قال الله تعالى إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثمين إذ هما في الغار إذ يقول بصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه سورة التوبة الآية الأربعون قال المفسرون المنزل عليه السكينة أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت عليه السكينة هامش يرى كثيرا من المفسرين أن المنزل عليه السكينة هو أبو بكر فيبرهم الرازي في التفسير الكبير بعدة وذوه على أن المقصود بالآية هو أبو بكر منها أن الحزن والخوف كان حاصرين لأبو بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش فلما قال لأبو بكر لا تحزن صار آمنا فصرت السكينة إلى أبو بكر ليصير ذلك سوابا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قبل ذلك ساكن القلب طوي النفس ولم يجزم أي من ابن كثير والقبري بما برهن عليه الرازي فيقول التبرو في تفسيره فأنزر الله طمأنينته وسكونه على رسوله وقد قيل على أبي بكر ويقول ابن كثير في تفسيره إياها أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين وقيل على أبي بكر وروعا إن عباس وغيره قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزر معه سكينته وهذا لا ينافي تجد سكينة خاصة بتلك الحال وقال تعالى وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الليل الآيات من السابعة عشرة إلى الحادية والعشرين قال المفسرون هي نازلة في أبي بكر رضي الله عنه في الهامش جاء في تفسير الجرالين فأنزر الله سكينته عليه أي طمأنينته قيل على النبي صلى الله عليه وسلم قيل على أبي بكر وعقب الشيخ سليمان الجمل بقوله قيل على النبي أي فالمراد بها ما لا يحوم حولها شائدة الحزن أصلا وقيل على أبي بكر إذ هو المنزعج وهو ما عليه المعداس وأكثر المفسرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة والطمئنة لأنه قد علم أنه لا يدره شيء إذ كان خروجه بإذن الله انتهى كلامه ثانيا ما ورد في فضلهما من السنة النبوية المشرفة عن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا قال ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما أخرجه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي باب مناقب المناجرين ومسلم في كتاب فضائر الصحابة باب من فضائر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلق النووي قائلا ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد وهو داخل في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وخرجه القرطبي في تفسيره وأحمد في مسنده وعن عمر بن العاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم اتخذا خليلا ومسلم في كتاب فضائر الصحابة باب من فضائر أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمناجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة وهو عبد الرحمن ابن سخر الدوسي الملقب بأبي هريرة صحابي نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية وأسمن سنتسبهم للهجرة ولزم سحبة النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه أربعة وسبعين وثلاثمائة وخمسة وخمسة آلاف حديثا وروى عنه الصحابة وروى عنه الصحابة وبعض التابعين قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيننا رائن في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فضلبه الرائي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبيننا رجل النسوق بقرة قد حمل عليها فالتفت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث قال الناس سبحان الله أبقرة تكلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أم لذلك وأبو بكر وعمر أخرجه البخاري في كتاب فضائر الصحابة باب قل النبي لو كنتم متخلا خليلا ومسلم في كتاب فضائر الصحابة باب من فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي رواية لهما وما ثم أبو بكر وعمر أخرجه مسلم بلفظ وما هما ثم والترميلين بنحوه في كتاب المناقب باب في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وقال هذا حدوث حسن صحيح وأحمد بنحوه أيضا في المسند أي لم يكون في المجلس تشهد لهما بالإيمان بذلك لعلمه بكمال إيمانهما وعن أنس بن مالك ابو أنس ابن مالك ابن نظر ابن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو أبو حمزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخادمه روى عنه رجال الحديث 2286 حديثا مولده بالمدينة قد أسلم صغيرا وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنقض ثم رحم إلى جنس دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها وهو آخر من نات بالبصرة من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أخذا وأبو بكر وعمر وعثمان فردث بهم فقال ثبت أخذ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أخرجه أخرجه المسند وعن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أخرجه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي ذا بفضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو داود في كتاب السنة والطبراني في الأوسط بنحوه زاد الطبراني فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وعن خليفة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أخرجه الترميلين في كتاب المناقب وابن الناجة في المقدمة وأحمد في المسند والحاكم في المسدرك وصحان الذهبي والبيهقي في السنن وأبو نعيم في الحلية والبيلاني في الفردوس والطبراني من حديث له بقية وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين أخرجه الترميل في كتاب المناقب والمناجة في المقدمة وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط وذكره الهيثني في مجمع الزوائد وعزاه للبزار وذكره السيوطي في الجامع الصغير وسحان الألباني في صحيح الجامع الصغير والبيلاني في الفردوس والعجروني في كشف الخفاء وعن أبي سعيد الخضري وهو سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخضري له ولأبيه صحبة استصر بأحد ثم شهدنا بعدها وروا الكفير ومات بالنبينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله الوزيران من أهل السماء وأهل الأرض فأما وزيرايا من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيرايا من أهل الأرض فأبو بكر وعمر أخرجه التلملي وقال هذا حديث حسن غريب وذكره السياطي في الجامع الصغير وضعافه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وذكره الهيثني في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني وقال فيه محمد ابن محبب الثقافي وهو كذاب ولن بزار بن معناه وقال وفيه عبد الرحمن ابن مالك ابن معول وهو كذاب وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في المقدير والترميلي في كتاب المنابب وأبو المعين في الحلوة وذكره السيوطي في الجامع الصغير وسحاره الألباني اندر صحيح الجامع الصغير كان أخرجه العجلوني في كشف الخفاء وعن أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات ليراه من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر ميهم وأنعنى أخرجه أحمد في المسند والمماجه في المقدمة والترميلي في كتاب المنابب وذكره له الثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني وقال فيه الربيع المسهل الواسطي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وذكره الحسنين في الكنز الثمين ومعنى وأنعنى أي زاد وفضل أو صار إلى النعيم ودخلا فيه يقال أحسنت إلي وأنعنت أي زدت علي الإنعام وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهو الجلوس فيهم أبو بكر وعمر وليرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان ويتبسم إليهما أخرجه الترميلي في كتاب المناقب وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية وعن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن صحابي من أعزب ويتاتي قريش في الجاهرية كان جريئا جهيرا نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها وغزى أفريقية مرتين وكف بصره في آخر حياته له في كتب الحديث 2630 حديثا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتيوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عينينه والآخر عن شماله وهو آخر بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة أخرجه الترميلي في كتاب المناقب وقال سعيد بن مسلم ليس عندهم بالقوي وقد روى هذا الحديث أيضا وقد روى روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر كما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي سعيد ضعفوه وأورده سيطوف الجامعة الصغير وضعفه الألباني في ضعيف الجامعة الصغير وعن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي بكر أنك إن قلت ذلك فلقد سمعته يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر أخرجه الترملي في كتاب المناقب وقال هذا حديث غريب لا نعرفه وصحاها الحاكم في مستدركه ولم يوافقه الذهبي وقال الحديث شبه موضوع وذكر أن سيطوف الجامعة الصغير وحكم عليه الألباني بالوضع وذكر ابن جوزين في دعيلة المتناهير وقال هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتابع عبد الرحمن عليه ولا يعرف إلا به وأن عبد الله بن داود فقال ابن حدان منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير ولا يبين الاحتجاج بروايته وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبي بكر ثم عمر أخرجه الترمدين في كتاب المناقب وقال هذا حديث غريب والحاكم في المستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ورب خرجاه وله بقية وقال الزهبي عبد الله ضعيف وذكره السيوتوه في الجامعة الصغير وضعفه الألباني في ضعيف الجامعة الصغير وعن عبد الله بن حنطب وهو عبد الله بن حنطب ابن الحارث ابن عبيد ابن عمر بن مخزوب مختلف في صحبته وله حديث مختلف في إسناده عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بك وعمر فقال هذان السنع والبصر أخرجه الترمدين في كتاب المناقب والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولن مخرجاه وحسنه الذهبي والطبراني وذكره السيوتوه في الجامعة الصغير وسحوره الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي أروى الدوسي قال كنت جين النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر وقال الحمد لله الذي أيدني بكما أخرجه الديلمي في الفردوس والبزار والتبراني في الأوسط والكمير وفيه عاصم عمر بن حفص وثقه بن حدان وقال يخطئ ويخالف وضعفه الجمهور وضقية إجابه ثقات كما أخرجه البخاري الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال عاصم واهن وعن أبو ناسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأنفة فقلت يا جبريل حدثني بفضائل عمر بن خطاب فقال يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوحا في قومه منذ ما لبث نوحا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفيت فضائل عمر وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر أخرجه أبو يعلى في الكبير وفيه الوليد ابن الفضل العنزي وهو ضعيف جدا كما أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الدعا قطني في غرائب مالك من طريق حسان موضوع والله تعالى أعلم وعن أبي سعيد مخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار العبد ما عند الله فذكى أبو بكر فعذبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبي بكر أعلمنا به أخرجه البخاري في كتاب فضائر الصحابة والمسلم في كتاب فضائر الصحابة والدارني في المقدمة والترملي في المناقب وأحمد في المسند وذكره الهيثني في مجمع الزوائد وعزاه للتبراني وقال إسناده حسن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنتم اتخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أخرجه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب المهاجرين وفضلهم والترملي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن وأحمد في المسند وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصحاه الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن جبير المطعم وهو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي أبو عدي صحابي كان من علماء قريش وسادتهم توفي بالمدينة وعده الجاحب من كبار النسابين كان أنسب قرشي لقريش والعرب قاطبة له ستون حديثا قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم في كتاب فضائر الصحابة باب من فضائر أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمحبان والترميلي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه هو عن أبو الدرداء وهو ويمر بن مالك ابن قيس ابن أمية الأنصاري الخزرجي صحابي من الحكماء والفرساني القضاء كان قبل البيتة تاجرا في المدينة ثم انقطع للعبادة ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنزك وأول مشاهده أخذ نات في آخر خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه فسلم وقال إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأدى عليه فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثنى أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يقال تمعر له أو وجهه أي تغير وعلته صفرة حتى أشفق أبو بكر فجثى على رقبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتا وقال أبو بكر سدق وساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا بي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها رواه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمتقل هندي في كنز العمان وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحدى شقي ثوب يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تصنع ذلك خيلاء أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج بعباده ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحرم جر الثوب خيلاء وأحمد في المسند وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصحره الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجيني قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث قول ما زوجان قال فرساني أو عبداني أو بعيران من أنفق زوجيني من شيء من الأشياء في سبيل الله بعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة بعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد بعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة بعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام بعي من باب الصيام وباب الريان قال العلماء سمي باب الريان تنبيه على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه وهو مشتق من الري فقال أبو بكر ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضروره وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الريان للصائمين ومسلم في كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر والنسائي في كتاب الزكاة باب وجود الزكاة وأحمد في المسند وذكره السيطي في الجامع الصغير وصحهه الألباني في صحيح الجامع الصغير انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وعن عروة من زبير قال سألت عبد الله ابن عمل بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة ابن أبي معيط وهو عقبة ابن أبان ابن ذكوان ابن أمية ابن عبد شمس من مقدم لقريش في الجاهلية كنيته أبو الوليد وكنية أبيه أبو المعيط كان شديد الأبى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه وهو أول مصدوب في الإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضو أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم والآية رقم ثمانين وعشرين من سورة غافر وذكر ابن كثير الحديث في تفسيره إياها وقال انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي وعزاه للنسائي من طريق عمر بن العاص وعن علي أنه قال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس قال قلنا أنت قال أما إني ما دارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر إنه لما كان يوم بدر دعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يهو إليه أحد من المشركين فوالله ما دانا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهو إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس قال علي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا ينحاه وهذا يتلتله أي يحرقه ويقلقه ويزعزعه وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إله الواحدة قال في الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحار هذا وفي رواية مجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول وي لكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي ضردة كانت عليه فبكى حتى خضلت وخضر الشيء أي ندى وابتل حتى خضلت لحيته ثم قال انشلكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ومشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون قال السبي كان ابن عم فرعون ويقال إنه الذي نجى مع موسى عليه الصلاة والسلام واختاره ابن جرير ورد قولا ذهب إلى أنه كان إسرائيليا وأخذ ابن المندر ومن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير مؤمن الذي أندر موسى عليه السلام الذي قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال ابن المندر أخبرت أن اسمه حزقين أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت فقال ألا تجيبوني فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه ذكره الليثمي في مجمع الزوائد وعزاه للبزار وقال فيه من لم أعرفه في كتاب المناقب باب جامع في فضله أي أبي بكر وذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم والرازي بنحوه في تفسيره وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعو لي أبا بكر وأخاكي حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنا متمن ويقول قائل أنا أولى ويأمر الله والمؤمنون إلا أبا بكر أخرجه مسلم في كتاب فضائر الصحابة باب من فضائر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأحمد في المسند وذكره السيوطي في الجامع الصغير وسحاهه الألباني في صحيح الجامع الصغير وابن سعد في طبقاته الكبرى وعن أبي موسى الأشعري قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قال نقامك لن يستطع أن يصلي بالناس فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صياحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وجسب في كتاب الصلاة باب استخلاف الإيمان إذا عرض عدر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس والترمدي عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب أهل بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وقال هذا حديث حسن صحيح وذكره السيودي في الجامع الصغير عن عائشة وأبي ميسى وابن عمر وابن عباس وسالم ابن عبيد بريايات مختلفة وسحهم الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنك يا أبا بكر أول من يدخل جنة من أمتي أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء وله بقية والحاكم في المسدرك في كتاب معرفة الصحابة باب أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولد يخرجاه وذكره السيودي في ضعيف الجامع وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وعن عمر بن خطاب أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الترمذين في كتاب المناقب باب مناطب أبي بكر من الصديق رضي الله عنه وقال هذا حديث صحيح غريب والحاكم في المسدرك في كتاب معرفة الصحابة باب أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وابن حدان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب السحابة باب ذكر البيان بأن أبا بكر من الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبو بكر فإن له عندنا يد يكافأه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر أرواه الترملي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وله بقيه كما خرجه البيراني في الفردوس وذكره العسقراني في فتح الباري وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير والمتق الهندي في كنز العمال مختصرا وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت ساحبي على الحوض وصاحبي في الغار أخرجه الترملي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للحاكم وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير الحديث رقم 1421 وأخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح وعن عمر بن خطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف نالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر لكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت والله ما أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترملي في المناقب باب في مناقب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وأبو داود في كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله والدارني في كتاب الزكاة باب الرجل يتصدق بكل ما عنده والحاكم في المستبرك في كتاب الزكاة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وعن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ تسمى عتيقا رواه الترملي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وقال هذا حديث غريب والمحدان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر السبب الذي من أجله سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقا وأخرجه البزار والطبراني ورجاله مافقات كما خرجه الهيتمي في مجمع الزوائد في كتاب المناقب باب ما جاء في أبي بكر السديق رضي الله عنه وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقيم فيهم أبي بكر أي أمهم غيره رضاه الترملي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما وقال هذا حديث غريب وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني جدا في ضعيف الجامع الصغير وذكره السيوطي في الآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وقال موضوع عيسى منكر الحديث والراوي عنه متروك ومن الجوز في العيو المتناهية وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي إلى السماء ما مروت بسماء إلا وذلك اسمي مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني وفيه عبد الله بن إبراهيم الغثاري وهو ضعيف وذكره السيوطي في الآل المصنوعة وعن أسيد بن صفوان ويقال إنه صحابي وليس له رواية إلا عن علي وقال ابن السكن ليس بالمعروف في الصحابة وروا بن ناجه في التفسير وأبو زكريا في طبقات أهل الموصل وغير واحد من ضيق عمر ابن إبراهيم أشد الهاشمي أحد المتروكين عن عبد الله بن عمير عن أسيد بن صفوان وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث المروي في المثن عنه قال لما توفي أبو بكر سجي بثوب فارتجت المبينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن أبي طالب مسرعا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال رحمك الله يا أبا بكر كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوثهم لله وأعظمهم عناءا وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم على الإسلام وآمنهم على الصحابة وأحسنهم سحبة وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوادق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وأوثقهم عنده وأشرفهم منزله وأكرمهم عليه فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خيرا أخرجه البزار من حديث طويل له بقية وعقب الهيثني قائلا وفيه عمر بن إبراهيم الهاشني وهو كذاب وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكرم في السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض أخرجه التبراني كان في مجمع الزوائد للهيثني الذي قال أبو العدوث لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضه انخلاف وأخرج التبراني بنحوه في الأوسط ورجاله ثقات بلفظ إن الله يكره أن يخطي أبو بكر وذكره السيطي في الجامع الصغير وحكم عليه الألباني بالودع في ضعيف الجامع الصغير وعزاه لبن شاهين في السنة وللحارث وذكره السيطي في اللآلئ المصنوعة وقال موضوع تفرد به أبو الحارث نصر بن محمد كذبه يحيا وقال النسائي ليس بثقة وقال مسلم ذاهب الحديث وعن عمر أنه قال وذدت أني شعرة في صبر أبي بكر أورده المتق الهندي في كنز العمال وعزاه لمسدد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائما رأيتني في الجنة فإذا امرأت تتوبأ إلى جانب قصر فقلت لنا هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فذكى وقال أعليك أغار يا رسول الله أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناطب عمر بن خطاب ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وذكره السيطي في الجامع الصغير وسحهم الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا مائما شربت يعني اللبن وعن تفسير اللبن بالعلم فالاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سيب الصلاح فاللبن رذاء الأطفال وسيب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك والعلم ساب لصلاح الآخرة للدنيا بين أنا مائما شربت يعني اللبن حتى أنظر لي يجري في أغفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحاب أصحاب النبي باب مناقب عمر بن خطاب ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصحابه الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السبي والسبي هي النتوء في صبر الرجل والمرأة ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص يجره قال أهل العبارة القميص في النوم معناه الدين وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسنه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتبابه قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين أخرجه البخاري في كتاب فضائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب ومسلم في كتاب فضائر السحابة باب من فضائر عمر رضي الله عنه والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب زيادة الإيمان بو أحمد في المسند وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصحاها الألباني في صحيح الجامع الصغير وابن حدان في صحيحه وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يابن الخطاب والنبي نفسه بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا والفج هو الطريق الواسع ويطلق أيضا على المكان المنخرط بين الجبلين وهذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من دأس عمر أن يفعل فيه شيئا يابن الخطاب والذي نفسه بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأحمد في المسند وابن حدان في صحيحه وعن البنسعود قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرق الشيخين ولن يخرجاه وابن حدان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر وما نزل بالناس أمر قد فقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجته إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر رواه الترميلي في كتاب المناطب باب في مناطب عمر بن خطاب رضي الله عنه وقال هذا حديث غريب وابن حدان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر إجراء الله الحق على قلب عمر بن خطاب رضي الله عنه ولسانه وأحمد في المسند وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعده نبي لكان عمر بن خطاب رواه الترميلي في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن خطاب رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن غريب وأحمد في المسند والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الكبير عن عصمة بن مارك وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وأخرجه الطبراني وفيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر رواه الترميلي في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله بقية وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والمتقل في كنز العمال وعن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر رواه بن ماجه في المقدمة باب فضل عمر رضي الله عنه والحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة باب من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال صحيح وعقب الذهبي عبد الله ضعافه الدار قطني وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب في الأخبار الواردة في إسلامه وابن سعد في طبقاته وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه رواه بن ماجه في المقدمة باب فضل عمر رضي الله عنه وله بقية والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة باب من مناقب أمير المؤمنين وقال الذهبي موضوع وفي إسناده كذاب كما خرده الديراني في الفردوس وابن الجوزي في العلم المتناحية وعن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به رواه بن ماجه في المقدمة باب فضل عمر رضي الله عنه وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي داود وصحامه الألباني في صحيح الجامع الصغير والتلمذي من طريق ابن عمر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحمد من نفس الطريق في مسنده وعن علي قال كنا أصحاب المحمد لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ورواه الطبراني أيضا من طرق مختلفة عن ابن مسعود وعن طارق بن شهاب وعن ابن عباس قال لما أسلم عمر قال المشيكون فقد انتصف القوم منا وأنزل الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أخرجه الطبراني أخرجه الطبراني وفيه النبر ابن عمر وهو متروك ورواه البزار أيضا وذكره السيوطي في الدر المنثور والآية من سورة الأنفال رقم 64 وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر سراج أهل الجنة أخرجه البزار وفيه عبد الله ابن إبراهيم ابن أبي عمر الهيثاري وهو ضعيف كما أخرجه أبو نعين في الحلية عن أبي هريرة وقال غريب من حديث مالك تفرد به عن الواقدي والعجلوني في كشف الخفاء وعزاه لابن عساكر عن الصعب ابن جثامة وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء وعن قدامة ابن مضعون عن عمه عثمان ابن مضعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلق الفتنة وأشار بيده إلى عمر لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والتبراني وقال فيه جماعة لم أعرفهم ويحيب من متوكل ضعيف وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء وعن أسماء ابن تعميس وهي بنت عنيس ابن عد ابنتين ابن حارث الخفعني صحابية أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب فولدت له عبد الله ومحمدا وعوفا ثم قتل عنها جعفر شهيدا في وقعة مؤته في السنة الثامنة للهجرة فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا ابن أبي بكر وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي ابن أبي طالب فولدت له يحيا وعونا وماتت بعد علي قال اتدخل رجل من المهاجرة على أبو بكر وهو يشكي في مرضه فقال له أتستخلف علينا عمر وقد قسى علينا ولا سلطان له فكيف لو ملكنا لكان أعتى وأعتى فكيف تقول لله إذا لقيته فقال أبو بكر أجلسوني فأجلسوه فقال إنا لله تعرفوني فإني أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك ذكره السيوطي بنحوه في كتاب تاريخ الخلفاء والغزالي في الإحياء بلطب استخلفت علينا فضا غليظا والأحاديث في فضلهما تحتمل مجلدات وهذه نبدة منها وقد روى التلميلي عن محمد بن سيرين وهو الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوه من سبي جرج رايا وهو بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد تملكه أنس ثم كاتبه على ألوف من المال فوفاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله فتمنع من أخذه لما رأى محمد بن سيرين قد كثر ماله من التجارة وأن لأجرثه فحاكمه إلى عمر رضي الله عنه فألزمه تعجيل المؤجل قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترملي في كتب المناطب داب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن غريب الفصل الثاني في بيان أن سبهما كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف ونقل أقوال من عد ذلك في الكبار تطوير لما هو مشهور عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم في كتاب فضائر السحابة باب تحرين سب السحابة رضي الله عنهم وأبو داود في كتاب السنة باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد في المسند والمتق الهنبي في كنز العمال وقوله وقوله ولا نصيفه قال أهل اللغة النصيف النصف وفيه أربع لغات نصف ونصف ونصف ونصيف حكاهن القاضي عياض في المشارك عن الخطابي انتهى الوجه الأول وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أخرجه البغداري في تاريخ بغداد من حديث طويل والمتق الهندي في كنز العمال والطوارسي في مسلمه وذكره السيوطي في الجامع الكبير إلا أنه لم يذكره بنفس اللفظ والدولمي في الفردوس ولم يذكروا جميعا فإنهم خياركم وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له وعن عبد الرحمن بن سالم ابن عبد الرحمن ابن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي وجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصحار فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ذكره الهيثني في مجمع الزوائد وعزاه للتبراني وقال وفيه لمن لم أعرفه والحاكم في المسدرك في كتاب معرفة الصحابة باب ذكر عويم ابن ساعدة رضي الله عنه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وذكره السيوطي في الجامع الكبير وعن ابن عمر قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم قاموا فلم قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره رواه بن ناجف المقدمة باب فضل أهل بدر والمتكن هندين في كنز العمال عن البراء وعن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبخبي أحبهم ومن أبغدهم فيبغضي أبغدهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أعوى الترمدي في كتاب المناقب باب في فضن من بايع تحت الشجرة وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني في ضعف الجامع الصغير والمتقل هنبي في كنز العمال وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون فلا تسبوهم لعن الله من سبهم رواه أبو يعلى في المسند وذكره الهيثني في مجنع الزوائد في كتاب المناقب باب في وفوات جماعة من الصحابة ومواليدهم وقال وفيه محمد بن الفضل ابن عطية وهي متروك كما رواه الخطيب البغداري في تاريخه وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وعزاه للدار قطني في الأفراد عن أبي هريرة وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا أصحاري وأصحابي فإنه من حفظني فيهم كان معه من الله حافظ ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأخذه ذكره السيوطي مختصرا بلفظ دعوا لي أصحابي وأصحاري في الجامع الصغير وعزاه لابن عساكر وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير والمتق الهندي في كنز العمال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يسمون يسمون الرافدة يرفضون الإسلام ويرفضونه فاقتلوهم أخرجه أبو معين في الحلوة وقال غريب تفرد به الحجاج عن نيمون ورواه يوسف بن عدين عن الحجاج نحوه كما رواه أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه والدولمي في الفردوس واخرج أبو معين في الحلوة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من شكم الأنبياء ثم أصحابي ثم المسلمين رواه أبو نعيم في الحلوة والمتق الهندي في كنز العمال انطباق حد الكبيرة على من سدهما وإذا نظرت حد الكبيرة رأيته منطبقا عليه فقد نقل الرافعي عن الأكثر بأنها ما توعد عليه ويشهد له ما رواه بن جرير عن ابن عباس قال كل ذنب ختمه الله بنار أو عذب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة ورواه البينهقي في الشعب عنه أي عن ابن عباس قال كل ما نهى الله عنه كبيرة رواه البيهقي وذكره الهيثني في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه وذلك في كتاب الإيمان داد في الكبائر وصحها المتأخرون أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراف مرتكبها بالدين ورقة الديانة أن من صحها ذلك ابن السبكين في جمع الجوامع ثم عد سب الصحابة منها وما أجدرها جرأة مؤذنة بالجرأة على الله وعلى رسوله وقلة اكتراف فاعلها بالدين إذ ظن الخبيث لعنه الله أن مثل هذا لا يستحق السب وهو مبرأ تقي نقي متأحل من الملح والثناء كلا والله بفيه حجر بل إذا ظن أنهم يستحقون السب اعتقدنا أنه يستحق الحرق وزياده والنتيجة إذا عرفت أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف عرفت أن الساب لهما لا تقبل شهادته إذ لا يقبل إلا عدل وهو من لم يرتكب كبيره وسنزيد هذا وضوحا الفصل الثالث في حكم ساب الشيخين اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا قال في الهانش اخترهم في ساب الصحابي فقال عياض ذهب الجنهور إلى أنه يعذر وعن بعد المالكية يقتل وخص بعد الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين وقوه السبكي في حق من كفر الشيخين وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لنضمنى من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيوطين اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسين وغيره الأول أنه كافر وجزم به المحانلي وهو الحسين ابن إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل المحانلي الضبي أبي عبد الله البغدادي قاضي من الفقهاء المكثرين من الحديث ولو قضاء الكوفة وفارس ستين سنة وكان ورعا محمود السيرة في القضاء ثم استعفى فأعفي الثاني أنه فاسق وعليه فتوى الأصحاب ومن لا يكفر ببدعته فحينئذ لا يتخلص لحاله إلا أحد هذين الأمرين إن الكفر وإن الفسق ولا يقبل نصف بواحد منهما قطعا وقد جزم بذلك وأن فتواه مربودة وأقوالهم ساقطة وإشكار والرد عليه مع بيان وجه الصواب في ذلك وإن كان وقع في هذا الباب من زيادات الرؤية تعني المقبول الممتدعة حتى استشكر صاحب المهمات الجنع بينه وبين كلامه في داب القضاء وشرح المهندب وشالة تمسك بها من قال بالقبول فلا شك أن الممتدعة التي قال النووي بقبولهم هم من لا يفسقوا ببعته إذ الكلام فيهم كالشيعي القائل بتفدود علي وكمنكر القدر والرؤية والشيعة هم الذين شايعوا أمير المؤمنين علي بن عبد طالب رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصا ويصايا جليا أو خفيا وإن الإمامة لا تخرج عنه وعن بنيه إلا بظلم من غير ذلك الإمام أو بتقية منه لغيره قال الشفرستاني في الميل والنحل ويجمعهم القول بوجود التعيين للإمام والتنصيص عليه ممن قبله وثبوت عصمة الآئمة وجودا عن الكبائر والصغائر والقول بالتوبل للآئمة والتبري من غيرهم والقدرية هم القائرون بأن لا قدر سابق وأن الأمر ألف يعني مستأنفى ولكنه من ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مبوس هذه الأمة قال بالدلول وقالوا لموجب الحديث وقالوا القدرية اسم لمن يقول بسبق القدر ثم ظلب عليهم اسم المعتزلة بواسطة النواصل بن عطاء أحد عمتهم كان يقرأ على الحسن البصري فاعتذره بمسألة خالفه فيها وهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل ونحوهم من من لهم تأويل ويشهد لذلك أمور الأول أنهم عللوه بأن العداوة في الاعتقاد لا تقبح في العدالة وقد عرفت أن سب الشيخين كبيرة قادحة فيهما الثاني ما تقدم له في باب القضاء وفي شرح المهذب الثالث أنه قال في المربعين المذكورين قبل ذكر عدم قبولهم أن المبتبع الذي لا نكفره ولا نفسقه فإنه يقبل على الصحيح ثم عقبه بساب الصحابة والسلف وأنه مربود فعلم أن ما ذكر في لباب الشهادات محمور على ما ذكره هناك وإنما أطلق هنا حما عليه ولنا علم من ضائعة الباب أن الفاسق لا يقبل فالساب مربود بوصف الفسق لا لخصوص وصف الابتباع ومن خير له الشيطان أن لساب الشيخين تأويلا يخرجه عن الفسق فلا أدري ما أقول له كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قوله السباب هو بكسر السين وتخفيف موحدة وهو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتض المفاعلة والحديث أخذه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال الإيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم والتنبي في كتاب الإيمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب تحريم الدم باب قتال المسلم والنماجه في كتاب الفتن باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأحمد في المسند فإذا كان هذا في أحد المسلمين فمعظمك بأفضل الأمة وأكرم الخليقة في الكفاية لابن الرفعة وهو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف بابن الرفعة فقيم شافعي من فضلاء مصر كان محتسب القاهرة ونابى في الحكم له كتب منها بذل المصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية وكفاية النبي في شرح التنبيه للشرازي وهو الكتاب الذي يقصده السيوطي قال الماوردي وهو علي بن محمد ابن حبيب البصري المعروف بالماوردي أبو الحسن فقيه أصولي مفسر أبيب سياسي درس بالبصرة وبرداد وولي القضاء ببلدان كثيرة وبلغ منزلة عند ملوك بن بويه وتوفي ببرداد في ربيع الأول ودفن بمقبرة باب حرب من تصانيفه الحاو الكبير في فروع الفقن الشافعي في مجلدات كثيرة وتفسير القرآن الكريم إلى آخره قال يشتغط لقبور شهاية أهل الأهواء بعد الإسلام ستة شروط أحدها كون التأويل سائرا كتأويل البغاة وإلا فهم فسقه الثاني أن لا يدفعه إجماع الثالث أن لا يخص به كالقبح في بعض الصحابة ومن الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم حذرا وسفرا أو بايعوه في الدين والدنيا أو وثق بسرائرهم أو أفضى بأيامره ونواهيه إليهم دون من كان من الوفود وقاتل معه من الأعراب ثم القدح إن كان سبا فهو فاسق قال الميموني قال لي أحمد بن محمدل يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر واحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام القدح إن كان سبا فهو فاسق يعزر أو ينسبه لفسق وبلال وهو من العشرة أو من أهل بيعة الردوان قال بن إسحاق فحدثا من عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين برغه أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى نجز القوم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وكانت بيعة الردوان تحت الشجرة وكان الناس يقولون دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يباوعنا على الموت ولكن باوعنا على أن لا نفر أو ممن لم يدخل في قتال صفين والجمل فكذلك قطعا أم من دخل فيهما فكذلك أيضا على الأصح الرابع أن لا يقاتل عليه ولا ينابل فيه أهل عدل الخامس أن لا يرى تصديق مرافقه على مخالفه السادس أن يكون ظاهر التحفظ كغيره من أهل الحق وليس في الرافضة وهم الذين أله علي وقال بعدهم له أنت الإله فأحرق عليهم قوم منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباق المدائم وافترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه أربعة أصناف زيبية وإنانية وكيسانية وغلاة انظر الفرق بين الفرق للبغدادي فصل في بيان فرق الأهواء وليس في الرافضة شرط من هذه الستة فضلا عن اجتماعها فيهم رأي وعيمة الحديث وقال عيمة الحديث وآخرهم الذهبي وهو محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي الذهبي الشافعي أبو عبد الله شمس الدين محدث مؤرخ ولد دمشق في ربيع الأول وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماع وسمع منه خلق كثير وتؤفير دمشق في الثالث منذ القعدة ودفن لمقبرة الباب الصغير من تصانيفهم الكثيرة تاريخ الإسلام كبير في إحدى وعشرين مجلبة ميزان الاعتدال في نقض الرجال طبقات الحفاظ إلى آخره قال الذهبي في ميزانه البدعة على ضربين صغرى كالتشيع وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والوراء والصدق فلا يرد حديثهم وكبرى كالرفض والحق على أبي بكر وعمر فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة له قال وأيضا فلا أستحضر في هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم واللعنة دثارهم والدثار الثوب الذي يكون فوق الشعار فإذا كان هذا في داب الرواية مع أنها أوسع من الشهادة بلا خلاف ولهذا الشرط في الشهادة الحرية الشرط في الشهادة الحرية والعدد والذكورية في بعض المواضع دونها فما ظنك بما هو أعظم وأضيق مجالا رأي القاضي عياض وقال القاضي عياض وهو عياض ابن نوسى ابن عياض ابن عمرون اليحصدي السبتي أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته كان من أعلى من الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ولي قضاء سبته ومولده فيها ثم قضاء غرناطه وتوفي بمراتش مسموما قيل سنه يهودي من تصاميبه الشفى بتعريف حقوق المصطفى وهو الذي يقصده السيوطين والعمر في ذكر مشيخته إلى آخره قال في كتابه الشفى سب السحابة وتنقيصهم حرام ملعوم فائره وأخرج أبو المعين في الحلية عن عطاء مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابه فعليه لعنة الله كما أخرجه المتقه هندي في كنز العمان وعزاه لدن النجار وبالشرازي قال وقال مارك وهو الإمام مالك بن أنس بن مارك الأصبحي الحميري أبو عبد الله إمام داري الهجرة وأحد الآلمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الماركية مولده ووفاته في المدينة كان سلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك وشى به إلى جعفر عن من منصور العباسي وشى به إليه فضربه سياطا إن خلعت لها كتفه ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه فقال العلم يؤتى فقصب الرشيد منزله واستند إلى الغدار فقال مارك يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم فدرس دينه إليه فحدثه وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ قال مارك من قال إن أحدا منهم على ضلال قتل ومن شتمهم بغير هذا نكل نكالا شديدا وعن مارك أيضا أنه قال من سبهم فلا حقمه في النبي الخير رأي عمر رضي الله عنه وروا ورواي عن عمر ابن الخطاب أنه أراد قطع لسان رجل قد شتم المقداد ابن الأسود وهو المقداد ابن عمر بن فعلبة ابن مالك ابن ربيعة البهراني ثم الكني ثم الزهري حالف أبو كندة حالف أبا كندة وتبناه الأسود ابن عبد يوث الزهري فنسب إليه صحابي مشهور من السادقين لم يثبت أنه كان بجدر فارسا غيره مات سنة 33 وهو بن سبعين سنة فكلم في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم بعده أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المتقه البي في كنز العمال وعزاه لأحمد ولا لكائي في السنة ولأبو القاسم ابن بشران في أماليه ولابن عساكر قال وافتى أبو المطرف الشعبي وهو عبد الرحمن ابن قاسم الشعبي أبو المطرف قاد المالقه بالأندرس كانت تدور عليه الفتية بقطره أيام حياته وكان يذهب إلى الاجتهاد له مجموع في الأحكام قال في ربي أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر من صديق ما حلفتها إلا بالنهار فصوب قوله بعد المتسمية بالفقه فقال على المطرف قول ابن هذا لابنة أبي بكر يوجد عليه الضرب الشديد والحبس الطويل والفقه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتواه ولا شهادته وهو جرحة تامة فيه ويبهد في الله فإذا كان هذا في من لم يسب ولم نعرب بل أقر على قول من عرب فما ظنك بمن عرب أو صرح بالسب والغرب بهذا كله تقرير أنه فاسق مرتكب لعظم من الكبائر وفي الكبائر الرابع البخاري عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبهكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فيما زال يكذرها حتى قلنا لوطه سكت وذلك في كتاب الشهادات بل ما قيل في شهادة الزور لا نخلص له إلى العذابة لسبيل ومن كان بهذه الصفة لا تقمر شهادته قطعا ثم من تخيل أن لقبول ساب بالصحابة وجه وتأويل فلم يأهل يعلم أن هذا وإن كان فاسدا فالشيخان أي أبو بكر وعمر خارجان من ذلك إذ تأويلهم إنما هو من خامر الفتن ولا من قتل عثمان أو قتل علي والشيخان وبرآني من ذلك قطعا ولهذا جرى الخلاف في تكفير سابهما وساب عثمان وعلي دون غيرهما من الصحابة وإن كان تأويلهم بذلك باطلا مردودا عليهم ولسنا بصرد إقامة الحجة على ذلك بل القصد ما بيناه وفيه كفاية لمن رزق بصيرة وأوتي دينه وتوفيقه يحجزه عن الوقوع في المزاوي نسأل الله التوفيق انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب ثم رأيت الشيخة تقية دين السبكي وهو علي المعبد الكافي المعلي المتنمان الميوسف المميسى المتنمان الانساري الخزراجي السبكي الشافعي تقية دين أبو الحسن عالم المشارك في الفقه والتفسير والأسلوم والمنطق والقراءات والحديث والخلاف والأبد والنحو واللغة والحكمة يريد بسلك العديد ومتعناه المنفية بمصر في سفر وتفقه على وارده ودخل القاهرة ووضع طباء الشام وتوفي في جناد الآخرة بظاهر القاهرة من بصائفه قد اتهاج في شرح المنهاج الميوي والدر النظيم في تفسير القرآن العظيم سنف كتابا سنناه عورة الإيمان الزري لأبي بك وعمر وعثمان وعلي بسيد رافضي وقف في المرأ وسب الشيخين وعثمان وجماعة من السحابة فالسكيدة فلم يتب فحكم المالكي بقتله ويقتل وصيبه السلكي فيما فعل وعله في تصويده كتاب المنكور يضمنه نفائس مبيعات ومآخر جلولة واستناطات وذكر فيه أشياء تعلق لنسؤاته هذه فقالنا ملخصه ذكر القاضي خسين من أصحابنا فيما سب الشيخين أي الخطرين والختم كل من كان انتظر المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زيد البنت أو زيد الأخت وفي الحديث علي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكسود بالختمين عثمان وعلي أحدهما وكفر لأن الأمة أجمعت على إمانتهم والثاني يفصق ولا وكفر ثم نطلع المحنفية مقولا كثيرة بعضها بالتكفير وبعضها بالتدلول ثم نار السلكي إلى تصحيح التكفير لما آخر ذكرها ثم نطلع الماء المالكية والحناولة مقولا كذلك ثم قال رسول محمد بن يوسف الفريابي وهو محمد بن يوسف المواقب المعريف بالفريابي الكبير نسبة إلى الفرياب وهي نبيه تنم أمار جمي أبو عبدالله مفسر محدث حافظ فطيح أخذ بالكوثة عن سفيان وقرأ عليه بمكة وهذه قيسارية بفلسطين يطوف يدها من أثاره تفسير القرآن الزكاة الصلاة الصيام والطهارة سئل عن شاتم أبي بكر فقال كافر طيل وصلى عليه قال لا قال يمن جفر الرافدة أحمد بن يوسف وعبي بكر ابن هان وقال لا تؤكر لبائسه لأنهم مرتدون وكذا قال عبدالله يمن إبريس الكوثم يمن أعلام حفاظ الحديث كان فاضلا عاددا حجه فيما يريه أراج الرشيك يلوته القضاء فامتنع فورع ووصله فرد عليه سلته وسأله أن يحبث ابنه فقال واجاء مع الزماعة حب ثمانه فقال وردت أني لم أكن رأيتك فقال وانا وردت أني لم أكن رأيتك آخر وإنك وليس حد وليس لقصه شفعة فلا شفعة إلا لمسلم وقال أحمد شيء من رسمان زندقة فيما قال لأجمع القائلون بيعلم تكثير من سب الصحابة أنهم في الساق وإن قال بوجود القتل على من سب أبا ذكر عمر عبد الرحمن ابن أبزى السحابي وهو عبد الرحمن ابن أبزى الخوائي قال خريفة ويعقوب ابن سفيان والبخاري والترمي وآخرين له صفدة يطاب أدوحاكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسلى خلفه وقال البخاري هو يكوفي ويخذ ابن سعد وعبو داويد بسند الحسن إلى عبد الرحمن ابن أبزى أنه سلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقال بالسكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خراسان ثم نقل الاتفاق على أننا استحل صب السحادة فهو كافر لأن أدنى مراتبه أنه محرم وفسق واستفلال الحرام كفر إذا كان تحرينه معلوم من الدين للدرورة ثم عطال في تكيره ثم أغرب على نفسه حيث اختار التكفير لمن سب الشيحين والختمين وإلا ما استحل فقال فأنتك فتجزن طاضي حسين في كتاب الشهادات بفستسان بالسحادة ولم يعتذون خلافا وكذلك المصباب في الشامل وغيره وهو عبد الشيد ابن محمد ابن عبد الواحد ابن نصر ابن الصباب فطيب شافئي من أهل بغداد مراية ويافاتها كانت الواحدة الأولوية في عصره وكذلك إدريس بالمدرسة المرامية أولا ما فتحت وعني في آخر عمره له الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه وحكوه عن الشافئي وهو الإمام محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشلي القراشي المطلبي أبو عبد الله أحد العامة الأربع عند أهل السنة ولد في غزة بفلسطين يحلل منه إعلامته ببور مسانطين يزار بغداد مراتين وقصد مصر سنة 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 مانئة فتوفي بها فيكون ذلك ترضيح معدن الكبر قلت لا هنا مسألتان الأولى المذكورة في الشهادات في السمد لنطلق السحابة والثاني المذكورة في باب الإمام في سب الشيخين والختمين وهي محب الوجهين في الكفر والفسق قال ونمانع من أن سب أن سب نطلق السحابة نوذب الفسق وسب هؤلاء الأربع المخصوصين مختلف في كيمه نوذبا بالكفر أو الفسق ثم قال في آخر كلامه فتلخص أن سب أبي بكي على مذهب أبي حنيفة وهو النعمان أبن ثالث التيمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة إمان الحنفية الفقيه المجتهد المحقق أحد الأولمة الأربع عند أهل السنة بل أصده من أبناء فارس ورد ينشأ بالكوفة وكان يبيع الخز ويطلل العلم في صداه ثم انقطعوا التجريس والإفتاع وأراده عمر ابن ذبيره أمير العراقين على القضاء حمتنع يرعى وعن الأمام الشافعي هم ناس عيال في الفقه على أبي حنيفة له نسند في الحديث والمخارج الفقه صغير رواف عنه تنميله أبي ويوسف وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر ولم تسح النسبة توقفه بغداد وأخباره كثيرة وأحد الوجهون عند الشافعية كفرا وفي تخريج عن نارك وقد سبق الترغيبة له وعند أحمد وهو أحمد ابن محمد ابن حنم ابن هلال ابن أسد ابن إبليس ابن عبد الله حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوخ ابن قاسق ابن ناهن ابن سيدان الشيباني المروزين البغدالي ابو عبد الله ينامن في الحديث والفقه صاحب المذهب الحنبري قد هت أمه بغداد وهي حانا فيريته وقيل بمر في ربيع الأول ونشأ بها وطلق العلم وصنع الحديث من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشان والجزيرة وتوفي بغداد بثلاث عشر تولة بطوء بطيت من ربيع الأول ويقال من الربيع الآخر له من الكتب الزهد والمعرفة والتعليل والجرح والتعليل وفي تخريج عن مالك وعن أحمد زندقة فرع قال في الرابة وهي الرابة في الفريع للمعين في الوصية ليأوسى لأجهر الناس حكى الرياني أنه يصرخ إلى عباية الأيثان والرياني هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد أبي المحاسن فخر الإسلام الرياني ثقيد شافعي من أهل ريان بمواحي تبرستان رحل إلى بخارا ليغزنه ونسى بور وبنى بآمر تبرستان نبرسه وانتقل إلى الري ثم إلى أسبهان وعاد إلى آن فتعصد عليه جماعة فقتله فيها وكانت له حبوة عند الملوك ودلغا من تمكنه في الفقه أن تال ما يحترقت كتب الشافعين لأن ليتها من حظه له تصريف منها بحر المذهب من أطول كتب الشافعيين ومن عصيص الإمام الشافعي إلى آخره حكى الرذياني أنه يصرف إلى عدوة الأيثان فإن قال من المسلمون فإلى من يسب الصحابة رضي الله عنهم ثم الكتاب قد طمنا الآن والله أعلم بالصواب تأريفا في ثامن عشر من شهر شعدان سنة ثمين وثمانين وتسعمائة كما بالأصل والصياد ثمان وثمانين وثمانين لأن السيطن توفى عام أحد عشر لتسعمائة وتمت كتابته في شهر ربيع الأول صنة ثلاث وثلاثمائة وألف على ودي خليل ابن أحمد المدادغي خاتمة التحقيق جاء في التفسير الوسيط الصادر عن مجمع البقوث الإسلامية بالأظهر في تفسير هذه الآية إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر ثاني اثنين إذ هنا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سورة التيبة الآية الأربعون أي إلا تنصر رسول صلى الله عليه وسلم حين يتلم منكم الجهاد معه فسنصره الله بغيركم فقد نصره في وقت أشد وأبسل ما هو فيه وذلك حين أخرجه من بين كفر من مشرك مكة حيث حملوه بمؤامرتهم وتيال إذاؤهم له عن الهجرة إذ واحد من اثنين فحسب إذ كان معه أبي بكر رضي الله عنه فقد حماهم الله تعالى وهما يسيران وحدهما نحو الغار واختفاء فيه حتى انقطع الطلب عنهما ثم حماهما وحرسهما بينما كان في الغار ثلاث ليار حين كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم لساحبه أبي بكر الصديق وهو مفق عليه من أن يصل إليه المشركون لا تحزن إن الله معنا بالعين والحماية من النكار فنقصل إلينا أيديهم بسوء ورأي أن المشركين تلعوا فيه الغار فأشفط أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما ظنك باثنين الله سائفهما فأعنيهم الله عن الغار فجعلوا يترددين حوله فلم يروه وفي ذلك أخذ البخاري يا مسلم عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحده نظر إلى قدميه لأبسرنا تحت قدميه قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله شارفهما فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنيب لم تروها فأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه ما قال وأيده بجنيب خفية لم تقع عليها أبصاركم فلم يستطع أعدائه بسيب هذه الحراسة الردانية أن يصلوا إلى مأربهم فيه لأن يصلوا إلى الغار الذي يؤيه وعادوا خائدون ويقول الشيخ مخلوف في تفسيره ثاني اثنين أحد اثنين والثاني هو الصديق رضي الله عنه إذ هنا في الغار بيأعلى جد بخير بمكة فأنزل الله سكينته أي طمأنينته على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنيب من تروها وهم الملائكة يحرسونه ويسكين روعه ويسرفون أبصار الكفار عنه وجاء في المنتخب في تفسير القرآن وفي القرآن السم بالنجلس الأعراب الشؤون الإسلامية يا أيها المؤمنين إن لم تنصروا رسول الله فإن الله كثيرا بأسره كما أزده ونصره حين نضره الذين كثروا إلى الخروج من مكة وليس معه إلا رفيقه أدو بكر وكان ثاني اثنين وديننا هنا في الغار مختفين من المشركين الذين يتعقدونهما خشي أبي بكر على حياة الرسول فقال له الرسول مطمئنة لا تحزن إن الله معنا بالمسر والمعونة عند ذلك أنزل الله التمامينة في قلب صاحبه وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بجميد من عنده لا يعلمها إلا هو سبحانه ويقول فخر الرازي طول طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تصد الوين ذهب إن تصد الوين ذهب دين الله فقال عليه السلام ما ظنك بثميني الله ثالثهما وقيل لما دخل الغار ضعث الله تعالى حميمته فبعدك في أسفله والعنكبوت فنثبت عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني أبصارهم فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفتنين قد أخذ الله بأبصارهم عنه وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر لإنكاره كلام الله وليش ذلك لإنكاره كلام الصحابة سكينته أي ما ألقي في قلبه من الأمن التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصدون إليه انتهى كلام سجار الله عز مخشري وبهذا انتهى كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساد بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من تأليف الإيمان أن حافظ جرال الدين السيوطي تحقيق وتعليق مصطفى عاشور نشر مكتمة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيحين وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية فتاوى المرأة المسلمة في العبابات والمعاملات وهذا هو الشريط الأول منه مؤلف الكتاب محمد وثمان الحشت الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ويكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم سعيد وثمان بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ويجهت ويجهت وجهه لذي فقر السماوات والأرض حنيث وما أنا من المشركين إن صلاتي ومسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أما بعد ثبت في كتاب وليس الذكر كالأنثى وهو لصحب هذه السطور أنه لا فرق بين المرأة والراجل في القيمة الإنسانية الأنطولوجية أي الوجودية حيث خلق الله الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد فلا خلاف بينهما في الأصل والفطرة ولا في القيمة الأهمية والمرأة هي نفس خلقت لتنسجن مع نفس وروح خلقت لتتكامل مع روح وشطر مكافئ لشطر قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن اطفة من ملي منا ثم كان علاقة فخلق فسي فدعل منه الزودين الذكر يا الأنثى القيامة من السادسة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين وقال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا خاطر الحادية عشرة والإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع إلى كون أحدهما ذكرا والآخر أنسى بل ترجع إلى الكفاة الشخصية والعمل الصالح يقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى ودعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الحضرات الثالثة عشرة فهذه الآيات الكريمة تنص فيما تنص على أن ليس للجنس من حساب في نيزان الله إنما هناك نيزان واحد يعرف به فضل الفرد وتتحدد به قيمته سواء كان ذكرا أي إنسى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هكذا يقرر منهج الله سقوط جميع لاعتبارات الأخرى المزعومة لأحد الجنسين دون الآخر ويرفع نيزانا واحدا بقيمة واحدة فالاعتبار للذكورة الأنسة في حد ذاتها وإنما لاعتبار بالعمل الصالح وحده والذي يجزى عليه الجميع ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس فالكل سواء في الإنسانية بعضهم من بعض والكل سواء في الميزان يقول تعالى أني لا أبيع عمل عامل منكم ذكر أو أنفاء بعضكم من بعض آل آل أميران التاسعة والخمسين بعد الياء إذن فالمرأة والرجل في التصور الإسلامي هما شقة الإنسانية والمساوات بينهما في القيمة الإنسانية الوضورية مطلب عادل ومنطقي ولكن هذه المساوات شيء والمساوات الآلية التطابقية شيء آخر فتلك الأخيرة دعوة فارغة ليس لها أساس من الواقع إلا الحد لقطة والتشبق هل يريد هؤلاء المدعون للمساوات الآلية التطابقية أن يبيروا تبايع الأشياء فيحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل أم هل يريدون أن يحولوا كل منهما إلى شيء آخر متشابه ومتماثل في كل شيء إن أمر من هذا القبيل هو خطر كبير لو حدث ولن يحدث لأدى للبشرية إلى التعاسة والضياء يؤدي بها إلى التعاسة والضياء لأن التمافر التبيعي بين الأقطاب المتماثلة المتطابقة سيبرز وسيستمر وسيقضي على معاني التآلف والانسجان والحب فالرجل لا يريد أن يقضي حياته مع رجل مثله والمرأة لا ترضى أن ترتبط بامرأة مثلها تشاركها إيجابياتها وسلبياتها مشاركة الآلية والتماثل إن القطبة السالبة لا ينجدل إلا إلى قطب الموجب والقطبة الموجب لا ينسجم إلا مع قطب سالب فلو سوينا بين الجنسين مساوات الآلية والتطابق في التباع والسماة فلن يلتقي أبدا واستزداد الهوية بينهما عمقا واتساعا ورحشة أما التآلف والانسجام والاحتواء فأمور لن تتأتى إلا إذا كان كلا الجنسين مختلفا عن الآخر حتى يجد كل منهما عند شريكه ما لا يجده في نفسه أو في أفراد جنسه إن الذين ينادون بالمساوات الآلية التطابقية القائمة على إزالة الفوارق الأساسية بين الجنسين يجهلون تماما طبيعة الأشياء ذلك أن التداين الموجود بين المرأة والرجل لا يأتي فقط من الشكل الخاص للأعضاء الجنسية والحوض ومن مجود الرحم والحيض والحم وخلافه بل ينبع من طبيعة أكثر عمقا حيث ينشأ الخلاف بين الجنسين من تكوين الخلايا والأنسجة ومن تلقيح الجسم كله بمواد كينيائية محددة تفرزها الغدب المختلفة فالأنثى تحمل طابعا أنثويا في كل خلية من خلايا جسمها وفي كل هرمون من هرموناتها وفي كل أبو من عبائها وفوط كل شيء في جهازها العصبي والرجل أيضا يحمل طابعا ذكوريا في كل هذه النواحي وهذه الاختلافات التشريحية والوظيفية لا تقف عند هذا الحد بل تتصاعد حتى تصبح اختلافات في النفس والعقل والوجدان وأسرع وأسرع بالقول كما قلت في مواضع متعددة في غير هذا الكتاب بأن هذه الاختلافات بين الجنسين في تلك الجوالب لا تعني في تصورنا أن أحدهما أفضل من الآخر أي أنه يتفوق عليه إنما كلاهما متكافئان متعادلان في القيمة ولو أن قيمة كل منهما من نوعا مختلف وبناء على الاختلافات العميقة والمتشعبة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل والتي لا تمت بصلة إلى حقيقة كونهما متكافئين متعادلين في القيمة الإنسانية كان منطقيا من الإسلام أن يشرع لهم المنهج الحياتي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما ومن ثم فإن الإسلام يبني على أساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية والتعاملية تهدف في المقام الأول والأخير إلى مراعاة المرأة وسيانتها والتخفيف عنها لطفا بها وتقبيرا لها فالإسلام مثلا نسقط عن المرأة فرض الصلاة أثناء الحيد والنفاس كما أنه لا يكلفها بقضائها دفعا للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها وفي رمضان لا يكلفها بالصيام إذا كانت حائدا أو نفسا ويبيح لها إن كانت حاملا أو مردعة أم تفتر بيد أنه يطلب منها قضاء الأيام التي أفترت فيها بسبب هذه الأحوال حيث إن قضاءها ليس فيه مشقة فهي أيام معدودات وانطلاقا من هذه الحقيقة حقيقة أن للمرأة ما يخصها من أحكام في العبادات والمعاملات كانت هذه المجموعة من الفتاوى وإن شاء البعض من البحوث الموجزة التي لم تأتي من فراغ وإنما هي حصيلة تساؤلات واستفتاءات وعكثنا على إعداد الإجابة عنها والردود عليها ويعلم الله تعالى أن تلك الإجابات والردود قد جاءت بعد تطواف بجميع أبواب الفقه الإسلامي في كثير من أمهات المراجع والموسوعات الفقهية فهي إذن مشكلات حية تعيشها المرأة المسلمة وإجابات مدروسة مستندة إلى الأصول والأمهات الفقهية والله تعالى أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء وجهه الأعلى إنه سميع عليم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب محمد عثمان الخشت الإسكندرية في الثالث عشر من ذي الحجة عام ألف وأربعمائة وست للهجرة الموافق للتاسع عشر من أغسطس عام ألف سنة وخمسة وثمانين للميلاد عنوان وضع المرأة في الإسلام واحد المسؤولية والجزاء هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في المسؤولية والجزاء الإنسان الإنسان في الإسلام ذكرا أو إنسى مسؤول مسؤولية شخصية عن عمله لا يسأل فرض عن عمل آخر ولا تزر ولا تزر وازرة نزر أخرى الثامنة عشرة فاطر كل مرئ بما كسب رهين الحادية والعشرين الطور وأن ليس للإنسان إلا ما سعى التاسعة والثلاثين النجم وهذه المسؤولية التي تقع على عاتق الجنسين بلا تفاوت فتجعل المرأة مسؤولة وحدها عن عملها والرجل مسؤولا وحده عن عمله هي التي تجعل الجنسين يتساووان في الجزاء ثوادا مع إقابة للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا النساء الثامية والثلاثين من عمل صالحا من ذكر أي أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجذينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون النحل السابعة تسعين ومن يعمل من الصالحات من ذكر أي أنثى وهو مؤمن فأولئك ودخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا النساء الرابعة والعشرين بعد المئة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب مكالا من الله المائدة الثامنة والثلاثين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة أمير الثانية وفي أنهاء العقوبات الأخرى ونص الإسلام أيضا على المساواة الكاملة بين الرجل والمر بلا فرق ولا تفاوت ولا مفاضلة هذا هو شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شرع الله الذي لا يحمل إنسانا مسؤولية آخر والذي يجعل كل فرد مسؤولا عن عمله سواء كان ذكرا أم إنسا شرع الله الذي يجعل المرأة مسؤولة عن نفسها والرجل مسؤولا عن نفسه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نيح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عباد صالحين فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ومرض الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التحريم العاشرة والحديعة عشرة انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط واذا كان الاسلام يسوي بين الرجل والمرأة في المسئولية الخاصة الذاتية فهو يسوي بينهما كذلك في المسئولية العامة الموضوعية تلك المسئولية التي تجعل الاثنين مسئولين مسئولية مشتركة عن استقامة المجتمع او انحراف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهين عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتيعون الله ورسوله اولئك سارحمهم الله ان الله عزيز حكيم التوبة الحادية السبعين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الطيبة السابعة والستين والثامنة والستين ان مسئولية الدعوة الى الخيرات والتحذير من الرضائل هي مسئولية كل من الرجل والمرأة كل في ميدانه وعلى طريقته لان المجتمع لا يستقيم الحياة لا تصف الا اذا تعاون الاثنان وشد كل منهما ازر الاخر حاشية عن كتاب وليس ذكرك الانثى للمؤلف اثنان الحقوق المدنية هل تتعادل الحقوق المدنية التي اعطاها الاسلام للمرأة مع نظيرتها التي اعطاها للرجل سوي الاسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الانسانية ولذا كان منطقيا منه المسوي بينهما في الحقوق المدنية على كافة مستوياتها من تملك وتعاقد وبيع وشراء ووصية وهبة وحق في توكيل الغير او ضمانه فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الاسلام وهي قبل الزواج هدامت دالغة عاقلة رشيدة ليس لاوليائها سلطان مالي عليها بل انها تدير ما لها بنفسها او بوكيلها ودمتها منفصلة عن دمة اوليائها تمام الانفصال ولا يتولون ادارة اموالها الا بتوكيل منها وهي في هذا التوكيل حرة لها ان توطيه ولها ان لا توطيه ومعض الزواج ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها فلها ان تتولى شؤون اموالها بنفسها وليس للزوج عليها سلطان في ذلك الا بتوكيل منها فان منحته التوكيل وهي حرة في ذلك تولى بمعتبر هذه الوكالة ولها ان تعزله عن الوكالة في اي وقت شاءت ولا تعد اموالها مع زوجها شركة بينهما فكل منهما له حق التصرف في ماله من غير تدخل الاخر في امره واجد ان نقرر امرين احدهما ان المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالها في اوربطا الا من مدة لا تزيد على ثلاثين سنة وقد سبقها الاسلام في ذلك بنحو اربعة عشر قرنا ثانيهما ان الزواج في اوربطا يجعل الرجل شريكا للمرأة في مالها وان ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل في هذه الشركة ويكون الزوج له حق التصرف في مال الشركة وهو بذلك وصي او وكيل وكالة اجبارية عن امرأته تنظيم الاسلام والمجتمع صفحة رقم ثمانية وثمانين وعلى الزوج تكليفا لا تطوعا ان يقوم بالانفاق على زوجته واسرته وليس له مطلقا ان يمس مال زوجته الخاص بحجة الانفاق عليها الا بالطراب التام بينهما واذا لم ترب الزوجة فعليه ان ينفق عليها كأنها لا تنبك شيئا فاذا دخل او امتنع عن الانفاق فلزوجة ان تشكوه وان يحكم لها القاضي بالنفقة او بالانفصال اذا شاءت هذه كانت حقوق المرأة في الشئون المالية باعتبارها جانبا من جانب الحقوق المدنية وكما رأينا فان الاسلام يعطيها من الحق والاهلية مثلما يعطي الرجل تماما وفي هذا المقام قد يترأ تساؤل ذو اهمية دالغة لا نجد مفرا من طرحه وهو اذا كان الاسلام يعطي المرأة كل هذه الحقوق فهل يوتيها ايضا حق اختيار الزوج ينص الاسلام نصا صريحا على ان للمرأة ثييدا او بكرا تنال الحرية في اختيار الزوج فلها ان تقبله ولها ان ترفض ولا حق لابيها اوليها في اجدارها على الزواج ممن لا ترضى وهات ايتها القارئة الكريمة بعد النصوص التي تثبت ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر النساء في اضباعهم والثييد يعرض عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها فان سكتت فقد ربيت والاستمار هي طلب الامر فلوقد عليها حتى تشاور ويطلب منها الامر بالمعفقة اي الرفب حسب اختيارها وجاء في الصحيحين ان خمساء بنت جدام زواجها ابوها وهي كارهة وكانت ثيبا فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد مكاحها وجاء عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زواجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعد ان جعل الحق لها قد اجزت ما صنع ابن ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء هذا هو الاسلام العظيم وهذه هي مدرته الصائبة وهذا هو حكمه العدل وهذا هو منطقه السليم الذي لم تصل اليه ارقى الامن ولا ارقى الحضارات السياسة العامة هل يأخذ الاسلام برأي المرأة في السياسة العامة ان الاسلام الحكيم الذي سوى بين الرجل والمرأة في القيمة الانسانية الوجودية قد سوى بينهما ايضا في حق اداء الرأي والاعتباد به واننا في هذا الموضى لا تذكر جيدا ما جاء في مطلع سورة المجادلة حيث يقول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرين منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللاء ولدنهم وانهم لا يقولين منكر من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرين من نسائهم ثم يهودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتناس ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتناس فمن لم يستطع فيطعان ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم روى احمد عن خويلة بنت فعلده قالت فيا الله وفي اوس بن الصامد انزل الله صدر صورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال انت عليك بهر امي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فوافبني فانتنعت منه فغلطته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فالقيته عني قالت ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين هديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت اشكو اليه ما القى من سوء خلقه قالت فدعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فالله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سرى عنه فقال لي يا خويلة قد انزل الله فيك وفي صاحبك قرآن ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الى قوله تعالى وللكافرين عذاب عليم قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نريه فليعتق رقبه قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متى تابعين قالت فقلت يا الله انه لشيخ ما له من سيان قال فليطم سكين مسكينا وسق من تمر قالت فقلت يا الله يا رسول الله ما ذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا سمعينه بعرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وانا سمعينه بعرق اخر قال قد اصبت واحسنت فاذهدي فتسبقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خجرا قالت ففعلت وتقول عائشة فيما اخرده البخاري والمسائي الحمد لله الذي واسع سمه الاسوات لقد جاءت المجادلة خولة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الآية هكذا يسمع الله الحوار الذي بار بين خولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية خولة اي خويلة للتصغيل والتبليل من طاعة الحاشية يسمع المرأة وهي تجادل رسول الله فينزل تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات حكمه ليعطي المرأة حقها كاملا سواء في حق الحوار والمجادلة وعباء الرأي او في حق ارساء القواعد العسرية على عسس سليمة ولا شك في ان هذه الحادثة تدل دلالة قطعية على احترام الاسلام برأي المرأة والنظر اليها على انها انسانة صاحبة رأي معتد به فالما له وجاهته وقيمته مثلما معتد برأي الرجل اذا توفرت له شريط الوجاهة والقيمة ويكفينا ان نعلم ان هذه السورة الكريمة لم تكن الا اثرا من اثار حرية الرأي والتعبير التي كانت مشاعة اليوم اذن ليس بين رجال وحدهم بل بين رجال والنساء بلا تفاوت ولا تفقة واذا كان الاسلام هواطي المرأة حق اداء الرأي مثل الرجل في الشؤون الخاصة فهو يؤطي لها ايضا نفس الحق فيما يتعلق بالشؤون العامة ولعلنا نتذكر ما حدث في صلح الحديدية فبعد ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة المعاهدة حاك في سنور البعض ما حاك من الوسائس والتيجسات لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب وقال لاصحابه ربي الله عنهم قلوا فانحروا ثم احلقوا قال اي الرأي فالله ما قام منهم رجل ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلامة ربي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا نبي الله اتحب ذلك اخرج ولا تكلم منهم احدا حتى تنحر ضدنك وتدع حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر ضدنه ودع حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحر ودع لبعضهم يحلق ضعبا حتى كاد ضعبهم يقتل ضعبا ظنه اخرجه البخاري عبد دايدة في جزء من رياة المتولة حسب ما يرد في تسير الوصول الجزء الثالث من صفحة 249 حتى 255 فانظر معي ايها القارئ كيف ادت ان سلمت رضي الله عنها رأيها في موقف صعب وحرج وكيف استجاد الرسول صلى الله عليه وسلم برأيها لانه ادرك حكمته ووجهته وبالفعل ما نفذ الرسول ما قالت حتى استجاد الجمع وابد فرود الطاعة للتزام هكذا يعطي الاسلام من المرأة حقها الكاملة المتكاملة في ابداء رأيها في الشؤون الخاصة والعامة شأنها في ذلك شأن الرجل سياء بسواء اربعة التعليم والتعلم هل حق التعلم والتعليم امر يتساوى فيه الجلسان كلها يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب الزمر التاسعة ان العلم لا يستوي مع الجهل وصاحب العلم في واد وفاقده في واد اخر والذي يرى الحق في كل شيء وتذكره في كل موقف هو ذاك الانسان الذي جمع في عقله الواعي العلم الذي يؤهله الى اغرات الحقائق التونية الكبرى وانتبذه الى ما وراء الظواهر المحسوسة فينتفع بما وراء ويدرك انتفاعا يجعله ويسلق سلوك الرشد والاستقامة ومن ثم كان منطقيا ان يمثل العلم في نظر الاسلام اساس القيم التي يجب على الانسان ان يحيا بها لان الانسان لا يستطيع ان يمارس الصواب وامتنع عن الخطأ الا اذا كان لديه العلم الذي به يتبين الرشد من الغي وصراع الاسلام مع الكفر والتطرف هو صراع مع الجهل والخرافة ذلك ان الكفر والتطرف يستمدان اساسا على اوهام واباطيل ليس لها سبب الا الجهل والقصور المنطقي قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اريني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان وعد الذالمين بعضهم بعضا الا بريرا فاطر الاربعين بل اتبع الذين ظلموا اهياءهم بغير علم الرين التسعة والعشرين افغير الله تأمرين اعبد ايها الجاهلون الزمر الرابعة والستين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه مينوس التسعة والثلاثين ونقبل غط اهمية العلم درجة جعلته شرطا محوريا ووحيدا في فهم ايات الله القرآنية وما يعقلها الا العالمون العنكبيت الثالثة والاربعين قد فصلنا الاهات لقوم يعلمون الامعان السابعة والتسعين قد فصلنا الاهات لقوم يفقهون الامعان الثامنة التسعين واذا كانت النماذج الحديثية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة التعلم والتعليم كثيرة ومتنوع فانا سنختفي في هذا الموضوع بنا مهدجين اثنين حتى لا نطيل في هذه النقطة من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة وان الملائكة لطبع ازمحتها لطالب العلم ربا بما صنع وان العالم لاستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكد وان العلماء ورثت الانبياء وان الانبياء لم يرثوا دينارا ولا برهمة وانما ورثوا الالب فمن اخذه اخذ بحظ موافر رواه حسن والعلم بنفهمه الواسع الشامد في الاسلام واجب على كل مسلم ومسلمة فلا يفرق الاسلام بينهما في هذا الحق واذا كان الاسلام وعطي المرأة هذا الحق فولي يتيه للحرة في حسب بل يتيه ايضا للاما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة اي جارية فعلمها فاحسن تعليمها واددها فاحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله ادران رواه البخاري ومن المعرف تاريخيا ان نساء كنا احتشدنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعنا النبي يسلينا معه من عجل التعلم وذكر البلاذري في فتح البلدان نساء مسلمات تعلمنا القراءة والكتابة يجلب عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال والكتاب ورأى مسلم عبي داويد علي شفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه رقية النملة اي تحسين الحد كما علمتها الكتابة وكانت ام المؤمنين عائشة دنت ابي بكر وام المؤمنين ام سلمك رضي الله عنهما كما ذكر الياقب تقرآني وان لم تتكسب مهارة الكتابة وهل هناك من ينسى دور السيدة عائشة واختها اسماء في رياض الحديث النبري وتعليم المسلمين شؤون دينه وهم الدرباء الفقيهة العالمة التي وصفها النووي بقوله اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والكهم وقد ذكر النووي في كتابه تهديد الاسماء اسماء لبعض النساء العالمات التي تولين رسالة نشر العلم وتعليم وذكر ابو خلي كان اما الانامة الشفائية كان يحضر مجلس علم السيدة نفيسة وصنع عليها فيه الحديث وذكر ابو حيان من بين اساتبته ثلاثا من النساء هن مؤنسة الايوبي وطبنت الملك العادل اخي صلاح الدين الايوبي وشامية الطيمية وزين ببنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبدالتي في البغداد صاحب كتاب الافادة والاعتبار وارئ لنا التاريخ الاسلامي اسماء كثيرة بنساء كان لهم داع في العلم والتعليم ولعل في اهتمام المؤرخين بتسجيل اسماء تلك النساء لمعشر صادق على تقديرهم لهن واعتبار الجهودهن في هذا المجال جبيرة بالتسجيل والتعريخ خامسا التكاليف التعبدية هل هناك تفريقة في التكاليف التعبدية التي فرضها الاسلام بين الرجل والمرأة وبحث في كتاب وليس ذكر كالانثة حاشية وايضا في مقدمة الكتاب الذي بين ابينا انتهت الحاشية كيف اما المرأة تتمتاز عن الرجل بالحساسية والمرونة وكيف ان تأثير كل من الحمل والحيض وما اصحبهما تأثير بالغ الاهمية واسع النقاخ بسميا ونفسيا وهذا ما يمثل فاصلا طبيعيا حاد بين المرأة والرجل والان نتصائل هل الاسلام يتجاهل مثل هذه الفروق القائمة بين الجنسين في تكليفه لهما اي تكليف التعبد بالتبعي ان دون الله لا يمكن ان يتجاهل مثل هذه الفروق لان الله الذي خلق الرجل المرأة ويعلم عنهما كل شيء هو الله الذي شرع لهم المنهج الاسلامي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما ومن ثم فان الاسلام يبني على اساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية تهدف في المقام الاول والاخير الى مراعاة المرأة وصيامتها والتخفيف عنها رحمة بها وتقبير لظروفها فالاسلام مثلا يسقط عن المرأة في فرض الصلاة اثناء الحيب والنفاس كما انه لا يكلفها بقضائها دافعا للمشقة فان الصلاة يكثر تكرارها وفي رمضان لا يكلفها بالصيام اذا كانت حائبا اي مفساء ويبيح لها ان كانت حاملا اي مردعة عن تفطر بيد انه يطلب منها قضاء الايام التي افترت فيها بسبب هذه به الاحوال حيث ان قضاءها ليست فيه مشقة فهي ايام معدودات عن عادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ماذا للحائب تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يسيبنا ذلك مع رسيل الله صلى الله عليه و فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فواه الجماعة هذه بعد يجوه التفرقة في بعض التكاليف التعبدية بين الذكر والأنثى وقد قام علناه الفقه الأصول بحصر كامل للأحكام التي تخالف فيها الأنثى الذكر في الشريعة الإسلامية فهاكم هذا الحصر الكامل بهذه الفرق الأنثى لا يجزئ في بيلها النضح ولا الحجر إن كانت بنتا والسنة في عامتها الندف وثم ينحل شعر رأسها وقال بعد الفقهاء لا دأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع وبغير عذر ووجع ومنيها مجس في وجه وتجد في أسباب البليغ بالحيض والحم ولا تؤذين مطلقا ولا تقيم للرجال وعورتها تخالف عائرة الرجل حيث إن دبنها كله عائرة إلا وجهها وكفيها ويطره لها بخول الحمام العام ويطيل يحرم ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا وتضم بعضها إلى بعض في الركوية السدود وإذا ما ده شيء في صلاتها ستقت والرجل يسبح ولا تجد عليها الجماعة ويقره حضورها للشابة ولا يدود الحضير إلا بإذن الزوج وصلاتها في بيتها أفضل من المسجد ولا يدود الكبار الرجل والخنث بها وتقف إذا أمت النساء وسط هن ولها لبس الحرير وكذف راشي في الأصح وحلي الذهب والفضة ولا جمعة عليها ولكن تنعقد لها أي تحسب من الجماعة التي هي شرط عقاب الجمعة كالمسافر والعبد والمريض ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ولا تلبية الحج والأفضل تكفينها في خمسة أفواب ولرجال شلافة ويقف المصلي عليها عند عجزها وفي الرجل عند رأسه ويندد لها نحو القدة في التابيت ولا أسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنت ولا تأخذ من سهم العاملين ولا في سبيل الله ولا المعلفة في وجه ولا تقبل في الشهادات إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال ولا كفرت عليها بالجماعة في رمضان ويقره لها لأكتاف حيث قرهت الجماعة ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم فاشترت لها ذلك في وجود الحج عليها فلا يجب عليها الحج إلا بأحدهما ولا تنبي جهرا ولا تنزع المخيط ولا تسعى بين الميلين الأخطرين ولا تحلق إنما تقصر ولا ترفل والتباعد في طوافها عن البيت أفضل وعندب لها عند الوحرام خضب وديها واجهة ويباح لها الخض بالحناء مطلقا ولا يجوز للرجل إلا لضرورة لا يجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على الأصح بخلاف الرجل ولا تسح معها المصابقة لأنها ليست من أهل الحرب ولا يطبل قيلها في استلحاق الولد إلا ببيلة القلعصح بخلاف الرجل ينتظر سابت الثالث والأخير من الكتاب ترجمة نانسي قنقر